في سؤال مهم جداً وتحديداً توقيته مهم لأن في أن الأيام دي السنوات العامة خلصت والمكاتب التنسيق هتشتغل وأعتقد ده سؤال يهم ناس كتير جداً هل سوء العمل مرتبط بدخول الكلية أو التخصص الأكاديمي ولا لا يعني أنت النهاردة لو دخلت كلية معينة وما بتحبهاش هل أنت مجبر تشتغل بهذه الوظيفة ولا ممكن تاخد كورسات ولا لا فيه فريقين في الحقيقة يعني بيتكلموا في القصة دي فيه فريق شايف أن مستقبل سؤال عمل مرتبط بالتخصص الأكاديمي لأن الدراسة دي هتساعدني على التفوق في الكرير أو التخصص اللي هشتغله في النهاية أنا ابن هذا التخصص أو ابن الكلية اللي أنا تخرجت منها فيه فريق بقى تاني شايف أن الدراسة في الكلية مش مرتبطة أبداً بالوظيفة أو بالعمل اللي الواحد هيشتغله بعد التخرج لأن الشغل محتاج ممارسة عملية أكتر منها دراسية فهل فيه ارتباط بين الكلية وبين سوء العمل هل ده بينطبق على الكليات العملية والكليات النظرية يعني إحنا مش متخيلين إنه حيبقى فيه دكتور أسنان خريج إعلام أكيد لازم دكتور أسنان حيكون خريج طب أسنان مثلاً بس دي في الحاجات دي بس يعني في الطب في الهندسة ما فيش يعني بعيداً عن مساميات بس ما فيش حد حينفع يبني عمارة غير مهندس صحيح وما حدش حينفع يعني كلها تفاصيل أعتقد في الحاجات العملية ولا حد مثلاً حيبقى بتاع مايكروبيولوجي غير وهو دارس مايكروبيولوجي يمكن العلوم والتفاصيل العلوم أعتقد محتاجة التخصص الحاجات الحياتية مش عارفة بقى مش هالك اللي حقول الدكتورة دينا مجاهد مدير برامج إدارة الأعمال بالمركز الثقافي الروسي هي اللي حتقول صباح الخير عليك يا دكتورة أهلاً وسلم أهلاً بحضرتك صباح الخير أستاذ مستوى أهلاً بكم في ارتباط بين سوق العمل والدراسة ولا ما فيش ارتباط الحقيقة أنا من الفريقين يعني أنا مش من فريق واحد أنا شايفة أنه فعلاً فيه ارتباط وثيق جداً ما بين الدراسة في الكلية وما بين سوق العمل في بعض المجالات وزي ما حضرتك تفضلتي وقلتي مش بس المهندس ومش بس طبيبي الأسنين ومش بس طبيبي البشري وتخصص الأطفال والمايكروبيولوجي هم اللي محتاجين أن يكونوا خرجين هذا التخصص الأكاديمي في الكلية لكن الحقيقة كمان فيه حاجات تانية بتفرض نفسها يعني مثلاً نقدر نقول أنه مهنة زي الإعلام أو المزيع والمزيعة مهنة مفتوحة لكل المجالات مش مرتبطة بس بخارج كليهة إعلام بس خليناً أسأل حضرتك بما أنك أصلاً خارجة كليهة إعلام قسم إذاعات التلفزيون صحافة صحافة قوليلي هل ممكن ده يكون مساعد حضرتك كتير في تقديم البرامج وفي كريرك هل لو كنت من كلية تانية كنت هتبدأي من نفس النقطة ولا كنت هتحتاجي لتمرين وبرامج تدريبية في الأول تساؤلات مشروع متخيلة نيح جاوب إزاي تفتكري متخيلة أنه دراسة الماسك في الكلية فرقت كتير أكيد في تكوين شخصيتك في تدريبك من سن صغير من تحت العشرين على الوقفة قدام الكاميرا على التعامل مع جمهور على إعداد محتوى على كمان فرض تساؤلات على تقبل وجهات النظر الأخرى على البحث على محاولة الإجابة على تساؤلات ممكن تبدو أنها موجودية أو أنها تكون صعبة أكيد دراسة زي دي فرقت كتير في كل شخص درسها عن حب سواء بقى كان صحافة أو إذاعة التلفزيون لأنه في الحقيقة المجالين بيقدموا إعلامي قوي جدا وجهة نظري دي ممكن أسمع منك برضو الإجابة كلمك يعني متفق معك كتير فيها دكتورة بس في مجال كبير قوي في بعض العلوم الإنسانية للإبداع وللاطلاع وللثقافة وللناس اللي بتشتغل على نفسها صحيح يعني فكرة رهبة الكاميرا أعتقد أنها يعني موجودة عند أي حد على أقل في مراحل معينة بالأضافة أن كل مرة هوى بالنسبة لنا يا مصطفى أعتقد بتبقى برضو يعني لها احترامها كل بداية هوى والتزام بمعادة هوى بيبقى له الوقفة على المسرح كمان ليها نفس الهبة برضو أنا بشوف بقى أنه سوق العمل النهاردة محتاج لحاجة أهم كمان من المؤهل الدراسي الجامعي بلا شك خلينا بس نبني أرضية مهمة جدا في نقاشنا ألا وهي أنه المؤهل الدراسي الجامعي أمر لابد منه في سوق العمل الحالي وبعض الناس بتقول أنه مش مهم أكون خريج جامعة لشان أقدر أبقى بنافس في سوق العمل الحقيقة أنك ممكن تلاقي وظيفة لكن مش هتكون الشخص المنافس هو ده المهم جدا يعني أقدر ألاقي وظيفة فعلا بدون مؤهل جامعي ولكن عشان أكون منافس حقيقي أنا محتاج أكون أكاديمي متخصص واخد دورات أكاديمية بطور نفسي بشتغل على مهاراتي الشخصية ومهاراتي التكنيكل أو الفنية من الحاجات اللي ملحوظة جدا في سوق العمل وفي التوزيف في الشركات في أن احنا بنفتقد عنصر مهم جدا في المتقدمين للوظائف ألا وهو الكفاءة الكفاءة مش بس رجع للتعليم الأكاديمي الكفاءة رجع للنالج أو المعرفة بشكل عام سقل الخبرات بالضبط المعرفة جزء منها التعلم في الجامعة جزء منها وعشان كده ممكن يبقى مفيد في بعض المهن ولكن هل لو أنا خريج كلية نظرية من العلوم الإنسانية اللي هي بتفتح مجالات واسعة وباب واسعة جدا لكل المتقدمين هل ده ممكن يكون حاجة ما بتضفش للشخص لازم يكون متخصص الحقيقة أنه لا سوق العمل بيفتح المجال لأنه النهاردة فيه أدوات وبرامج تدريب كتيرة جدا سواء أونلاين أو أوفلاين في مراكز حضور على أرض الواقع أو حتى أونلاين جوه مصر وبرى مصر ده كله ممكن يفرق فيه تطوير المهارات خلينا أقولك أنه فيه ناس خرجين أداب خرجين تجارة خرجين حقوق والثلاث كليات دول تحديدا ما بيعتمدوش على الشهادة وبيعتمدوا على الكورسات فيما بعد الجامعة النهاردة المهن اللي فتحت السوشيال ميديا الجرافيك ديزاينر الـ HR الحاجات المطلوبة ضبط الأعمال حاجات المطلوبة بشكل كبير هو بياخد الشهادة كمسمة أكاديمي يعلقها زي ما بيقولوا ولكن بياخد الخبرة بعد كده من الكورسات تعليق حضرتك الخبرة بتيجي من الممارسة ولكن المعرفة ممكن تيجي من الكورسات أنا بشوف دايما أننا بنعلم الناس الـ knowledge اللي كان ممكن يتعلموها في تخصصات دراسية أكاديمية ولكن الخبرة نفسها محتاجة practice أو ممارسة عملية وعشان كده دايما بننصح أن الناس تدور على internship أو بنسميها فرص التدريب المؤقت أو الصيفي أو بدون أجر لأنه ده اللي بيكسب الخبرة دي الـ experience الدورات التدريبية بتدي knowledge اللي ممكن تعود التعليم الأكاديمي اللي ما قدرتش أحصله بسبب بقى مجموعة في السنوية العامة زي ما حضرتك قلت أو بسبب أن أنا ما كنتش لسه قدر أحدد بصلتي فممكن وأنا في سن 17-18 سنة أنا عايز أدرس حاجة وبعدين بعد ما خلصت حاسيت أن أنا ميال لمجال عمل مختلف هنا الدورات التدريبية والشهادات التكملية ممكن فعلاً تساعد أن الواحد يعمل career shift أنا واحدة من الناس اللي عملت career shift بالبنسب لأن أنا في الأصل خارجة إعلام قسم إزعاء تلفزيون جمعة القاهرة وبعد كده أنا حبيت جداً مجال الـ business administration ومجال الـ strategic planning والتخطيط الاستراتيجي وده كانت بسبب حاجة حصلت صدفة أن أنا اشتغلت في واحدة من الشركات المالتي ناشنال عجبني جداً مجال الإدارة وخدمة العمل والـ HR بدأت فعلاً أبدأ كرير مختلف مش بس بقى كرير shift بس ساعدك ساعدك أنك بتدرستي إعلام عشكرك طبع سعيدني جداً أضاف لأنه التواصل أنا النهاردة بقدم برامج تدريبية أنا النهاردة أستاذة في كلية أنا النهاردة مسؤولة عن تقديم دورات تدريبية للناس فأكيد أكيد دراسة الماس كومينيكيشن والتعامل مع جمهور ودراسة سيكولوجية الجماهير اللي درسنا في كلية فرائط وإزاي تأثر فيه وإزاي تأخذ الفيدباك منه والبريزنتيشن سكيلز وكل الحاجات دي فرائط أنا ما كنتش عارفة أنا بدرسها في الكلية أن أنا هعمل بيها كده بعد كده أنا كنت فكرة أن أنا هبقى بعمل حاجة في مجال الإعلام بشكل متخصص حتى حبي للكتابة النهاردة موجود لأن أنا النهاردة عندي كتب ولكن وقتها وأنا بدرس في الكلية ما كنتش عارفة أنه ده هيبقى الكرير بتاعي من هنا أنا مؤمنة جدا بأنه الدراسة في الكلية أكيد هتفيد حتى لو أنا بعملها وأنا مش أنا دخلتها بإرادتي ولكن ممكن فيها حد تاني يدخل كلية لأنه مجموعه جابها يعني كان عايز طبه ما أقدرش فيها دخل اقتصاد أو دخل تجارة أو دخل غيره ولكن أكيد هتفيدك أنا بشوف دايما أن البني آدم عبارة عن خبرات متركمة فما فيش حاجة أنا هدرسها ومش هتكون مفيدة بس هون مهم أنه أنا بدرسها أكثر مطوعة الموضوع اختيار يا دكتورة يعني فيه واحد ممكن يكون على مدار سنوات دراسته في الكلية ما كانش متفوق مش أشطر واحد صحيح ومش أكتر واحد عنده أفكار خلاقة ولا مبدع ولا بيشوف حلول بديلة يعني ماشي باي بوك زي ما بنقول كده ملتزم بالشكل المتوسط وده شيء مقبول جدا يعني ده شيء ما فيهوش أي مركبة في بداية الحياة مقبولة ولكن لما تلاقيه يبتدي يشتغل تلاقيه بقى الموظف المثالي والمدير المشروع المثالي صحيح الموضوع اختيار ولا الموضوع بيبقى طبيعة شخصية ولا دراسة ولا خبرات ولا إيه الموضوع بايد من نقطة ممكن كتير من ناس ما تتخيلهاش ألا وهو الزكاء العطفي ده هقيه الاموشنال انتليجنس واحدة من أهم أدوات الناجحين اللي بتخليهم قادريني يطوعوا التجارب لصالحهم حتى التجارب اللي مش على هواهم عشان كده قلت ان البني آدم بازل أو عبارة عن خبرات تراكمية ممكن جدا يتفرض علي شيء دراسة أو وظيفة أو حتى مدير أو كوميونيتي أبقى موجود فيه وأنا بزكائي العطفي بقدرتي على تطويع الحدث ده لمصلحتي ودور على النقط اللي ممكن أستفدها منه بما إنه أمر واقع مفروض علي في الحالة دي أنا اللي هقدر أطلع منه شيء يفدني أما فكرة الصدام مع كل شيء مش على هواية ده دلالة أولا على انخفاض الوعي وانخفاض القدرة على التعامل بزكاء وكمان دلالة على أن أنا أكيد مش هنجح وهبقى الموظف المثالي وهقدر أستثمر الظروف اللي تحطط فيها لصالحي طب يعني الشركات اللي بتطلب مؤهل عالي طالما أنت ممكن تاخد كورس يعني أنا النهاردة لو عايز جرافيك ديزاينر خدت سنوية عامة وخدت كورسات وقدمت وأنا مش مؤهل عالي ليه مجتمعنا بيفرض هذا الأمر رغم أنه بره الكلام ده مش موجود بالمنازل ده حقيقي أنا هتكلم من باب السايكولوجي يعني من باب الواقع العملي الحقيقة أن التعليم الجماعي بيحط البني آدم في مرتبة معينة من القدر على التفكير والتحليل المنطقي مناهج البحث يعني شكرا أشكرك التفهم مناهجية البحث إزاي تعرف طريقة الحديث والكلام والتواصل مع الناس بنكتسبها بالخبرات وبالتعلم فإذا افتقدنا واحدة من الاتنين والتانية ما قدرتش تكمل الناقص بيكون قدامي شخص يعني مهاراته قليلة في التواصل العملي البروفيشنل أو الاحترافي المفروض أن التعليم الجماعي بيقدم ده نيجي بقى أنه ليه بره برغم أنه مش كل الناس تعلمها جماعي لكن بتقدم ده ده نظرة لأنه التعليم الأساسي في الدول اللي بره مهتم جدا جدا ومنهم اليابان ومنهم بريطانيا ومنهم أمريكا مهتم جدا بفكرة تأسيس المهارات الشخصية والsoft skills منذ الصغر منذ مش بس المرحلة الابتدائية أنا أعرف ناس بره قالوا لي ولدهم في سن الأربع خمس سنين في المدرسة أو الحضانة بقى بالنسبة لهم بيعلمهم إزاي يعبروا عن احتياجاتهم وأفكارهم وعن مشاعرهم إزاي هم يتضايق ويعبر عنها بأي صياغة يمكن ده تم دمجه في المناهج الدراسية في الفترة الأخيرة يعني إحنا عندنا أكتر من تطوير بيحصل في المناهج الدراسية بالنسبة للتعليم الابتدائي كمان يعني بعيدا عن اللي بيحصل في المناهج الجديدة فعلا لكن المناهج الجديدة اللي في ابتدائي وفي حضانة قائمة على يعني التفاعلية اللي موجودة بين المواد المختلفة بالإضافة طبعا ليه تنمية المهارات وأنا عشان كده مرحبة جدا بالنظام الجديد اللي بادئ من السن الصغير ده والتنوع كمان مش بس تنمية المهارات لأن فكرة أنه كل الولاد نتعامل معهم إنهم سطنبة واحدة أو قالب واحد لكن في أطفال في حاجات في المناهج للطفل الحركي وللطفل السمعي وللطفل البصري وللطفل المتعدد المواهج والطفل انتوائي اللي احنا مش المفروض ننبوزه ونساعد أكتر في إقصائه بس ردا على سؤال حضرتك ليه احنا في الشركات مهتمين بدأ أكتر لأنه بصراحة ده دلالة على أنه شخص قدامي هيقدر يكون في مظهر احترافي سؤالي الأخير حضرتك مسؤولة عن إدارة مرمج الأعمال في المركز الثقافي الروسي من خبرتك في الموضوع ده إزاي ممكن يخلق جيل فعلا قادر أنه هو يتعلم الحرف اللي بيطلبها سوء العامل النهاردة في الشركات المتقدمة أو في الشركات مش حنقول المالتينيشنال حنقول الشركات العادية النهاردة فيه اتش آر فيه صناعة محتوى فيه سوشال ميديا سبيشياليس فيه ميهم جدت على سوق ده حقيقي نقدر أن أهل الناس إزاي؟ الحقيقة أنه أنا رأيي أنه لازم يبقى ده موجود أو مدرك ضمن المناهج التعليم الأساسية سواء في المدارس أو في الجامعات وأنا سبق وقلت الكلام ده كتير قوي أنه لازم جامعة إدارة الأعمال والبزنس أو مبادئ البزنس والاستثمار وإدارة المشروعات تكون جزء ولاو حتى لا يحتسب درجاته وده موجود في الجامعة الخاصة للأسف بالضبط عشان كان أنا بطالب بيبقى في التعليم الأساسي لهذا السبب لأنه لازم الجميع يحصل عليه حتى من سن صغير لازم خريج السنوي ده يكون عنده مبادئ البزنس والاستثمار والاقتصاد ودراسة العلوم اللي مرتبطة بسيكولوجية اتخاذ القرار والبيع وما شابه ولكن دور التدريب والتطوير وهيئات التدريب والتطوير الموجودة دلوقتي سواء حكومية أو خاصة دورها كبير جدا ومؤثر جدا وإحنا عندنا في المركز الثقافي روسي بنقدم دورات تدريبية من 2007 في مجال البزنس والأدمنستريشن والأدش آر وده علشان نبقى مواكبين لاحتياجات سوء العمل المحلي والدولي وده مهم جدا والمركز باستمرار بيطلع منح دراسية لجماعات برا طبعا في روسيا بهدف انه دايما يخلي الشباب المصري مواكب لاحتياجات سوء العمل الدولي ايه اكيد صحيح يعني حضرتك شايفة انك بتبقي مع الفريقين الدراسة مهمة في الأساس وتراكم الخبرات مهم جدا والشغل على النفس والتطوير ده واحد من الحاجات اللي فعلا ممكن تدينا شخص مؤهل السوء العمل يقوله اهلا وسهلا بيك نورتنا وشرفتنا تفضل معنا خليك واحد من التين صحيح ده حقيقي فعلا دكتورة دينا مجاهد مدير برامج إدارة العمال بالمركز الثقافي الروسي انا سعيد توجودك معنا النهاردة انا كمان سعيد جدا اشكرك يا فاندر شكر لك يا دكتورة